ومعنا مشاهدين الكرام من إسطنبول سيد العقد روكون حاتم الفلاحي الخبير العسكري والأمني مرحبا بك سيدة العقد روكون معنا مرحبا مساء الخير لك ولمشاهدي قناة الرافدين حياك الله مساء النور تهديد واشنطن بالرد على أي هجوم يشنه أكلاء إيران على مصالحها ما دلالات هذا تهديد؟ نعم لا شك إن هذا التصريح هو رسالة واضحة ترسلها الإدارة الأمريكية إلى إيران ووكلاء إيران في المنطقة سواء كانوا في العراق أو في سوريا أو في لبنان أو حتى في اليمن بأنه الرد الأمريكي إذا ما استهدفت المصالح الأمريكية التي تنتشر في العراق وفي المنطقة بالشكل كبير جدا ومتشابك ومعقد أيضا إضافة إلى هذا بأن إيران لديها القدرة على الوصول إلى هذه الأهداف أو المصالح الأمريكية وبالتالي عندما تستهدف إيران هذه المصالح الأمريكية لن تقف أمريكا مكتوفة الأيدي بل سيكون هناك رد على الوجود الإيراني في هذه المناطق وبالتالي هذه الأدوات التي تعمل بإمرة إيران لا بد أن تلجمها إيران من عدم التعرض للمصالح الأمريكية وإلا ستتعرض هذه الأدوات وإيران أيضا إلى رد كبير جدا من الولايات المتحدة الأمريكية أنا أعتقد بأنه الجزرة التي كانت تقدمها أمريكا في الفترة السابقة قد انتهت وجاء دور العصى الآن ولكننا نشهد حقيقة حرب إعلامية لحد هذه اللحظة لم نرى حقيقة استهداف فاضح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للوجود الإيراني سواء كان في العراق أو في المنطقة عدى الاستهداف الأخيرة التي قامت به إسرائيل للتواجد الإيراني وكان هذا بسبب إطلاق صاروخ باتجاه الجولان فقامت بقصف 14 قاعدة إيرانية إضافة إلى تواجد أكثر من 100 ألف من الحرس الثوري الإيراني والسؤال هنا لماذا لم تضرب هذه القطاعات أو التواجد الإيراني قبل أربع سنوات من قبل إسرائيل أو من قبل أمريكا إذن الدخول الإيراني لهذه المناطق كان بضوء أخضر أمريكي وبالتالي أنا أعتقد بأنه الفترة السابقة قد طويت من قبل الإدارة الأمريكية الحالية وبدأت هناك استراتيجية جديدة للتعاول مع إيران ولكن لحد هذه اللحظة لم نرى إلا ضغوطات سياسية وحرب إعلامية هذه الحرب الإعلامية بالمقابل كيف ستتصرف إيران مع هذه التهديدات والتصريحات هل تتوقع أن تقدم إيران على هذه الهجمات مع ازدياد الضغط عليها بفرض العقوبات الأمريكية؟ نعم بداية لنرى ما هي ردود الفعل الإيراني عندما انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية كانت التصريحات الإيرانية بداية تقول بأنه إذا انسحبت أمريكا من اتفاق خمسة زاد واحد فإن إيران سوف تنسحب من هذا الاتفاق ولكن عندما انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية بقيت إيران في هذا الاتفاق إضافة إلى الجولات المكوكية التي قام بها وزير الخارجية الإيراني إلى كثير من العواصم الأوروبية وإلى روسيا وإلى الصين ثم قال بتصريحات موجهة بأننا سنبقى في الاتفاق النووي طالما كان هناك حفاظ على مصالح إيران في هذا الاتفاق رغم خروج الولايات المتحدة الأمريكية وهذا يعطي رسالة واضحة بأنه إيران لا تريد مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا وإنه يمكن لإيران أن تقوم بفعل من قبل أدواتها في المنطقة ولكن ردة الفعل الأمريكية ستكون مدمرة وكبيرة جدا على إيران خصوصا إذا ما أردنا استهداف نقاط الضعف الإيرانية مثل ضرب جزيرة خرج التي تصدر أكثر من 90% من النفط الإيراني أو ضرب محطات الكهرباء التي تغذي إيران بما يقارب 60% من كهرباء إيران وبالتالي ضرب محطات الكهرباء التي تقدر بـ 12 محطة يمكن أن توقف الحياة في الداخل الإيراني مما يسبب إشكال كبير جدا بالنسبة للحكومة الإيرانية لذلك إيران لا تسعى للمواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة وتحاول أن تجد مخرج سياسي لأزمتها مع أمريكا إيران كما تعلم تعول على أدرعها داخل العراق هل تعتقد أن العراق تحول إلى ساحة صراع بين إيران والولايات المتحدة؟ نعم يمكن أن نقول بأن العراق هو أحد ساحات الصراع بالنسبة لإيران لأنه التصريحات الإيرانية تقول بأن خط الدفاع الأول عن طهران سيكون في حلب وسيكون في الموصل إذن نحن نتكلم عن مجال حيوي إقليم إيراني يمتد من إيران باتجاه العراق ثم سوريا ثم إلى لبنان وبالتالي عندما نتكلم عن العراق نتكلم عن واحدة من ساحات الصراع التي يمكن أن تكون في الفترة المقبلة إضافة إلى الحوثي في اليمن لذلك أنا أعتقد بأنه إيران تسعى أن تعمل من خلال هذه الأدوات إذا ما كانت هناك مواجهة مع أمريكا في الفترة المقبلة وتحاول أن ترسل كثير من الإمدادات مثل إرسال الصواريخ الباليستية إلى العراق قبل مدة أو إرسالها إلى الحوثي فهذه رسائل واضحة من إيران بأنه إذا تم استهدافنا سنقوم بتحريك هذه الأدوات لضرب المصالح الأمريكية أو ضرب المواجهة الدول التي ستكون في صف الولايات المتحدة الأمريكية في إشارة إلى الدول العربية التي يمكن أن تشارك في هذه المواجهة طيب ما تأثير هذا التجاذب والاستقطاب الأمريكي الإيراني في صراح شركاء العملية السياسية على رئاسة الحكومة نعم نعتقد بأنه شركاء العملية السياسية محسوم بأنه الآن يتصارع مشروعان لتشكيل الحكومة مشروع تدعمه إيران بشكل كبير جدا ويقوده المالكي والعامري ومشروع آخر يمكن أن نقول أقل حدة في التعامل مع التيار الإيراني أو مع التأثير الإيراني في الملف العراقي اللي هو يقوده التجمع سائرون وبقية الكتل من الوطنية والحكمة ولكن يمكن أن نقول بأنه من يسيطر على المشهد في العراق هي الميليشيات الحجد الشعبي وأعتقد بأنه كثير من القادة من هذه الميليشيات قد صرحوا مرارا وجهارا بأنه لن نلتزم بالعقوبات التي فرضتها أمريكا على إيران وبالتالي سنكون حيث تقتضي مصلحة المقاومة وهم يصرحون بأنه سيأتمرون بأمرة الولي الفقه وبالتالي أنا أعتقد بأن الاستقطاب هو أصلا قائم في العراق سواء كان في العملية السياسية أو كان سواء بالأدوات التي تملكها إيران داخل العراق هل هناك علاقة بين هذه التحذيرات الأمريكية وبين الغارات الإيرانية الأخير على ما قال أحزاب كردية معارضة في كردستان العراق نعم أمريكا سمحت لإيران بالتمدد في العراق ليس الآن وبالتالي أنا أعتقد بأنه عندما يمارسون لإيران عملية القصف بدون ردود أفعال من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي وقعت الاتفاقية الأمنية في الفترة السابقة مع الحكومة العراقية ولكنها لم تردع أي طرف خارجي بالتدخل إلى داخل العراق كثير من الأطراف الآن تتدخل بجيوش إلى داخل العراق ومع هذا لم يكن هناك رادع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية الإيرانيين دخلوا إلى العراق ما يقارب 20 كم الآن في شمال العراق وهناك صمت حكومي على بعض التصريحات الخجولة التي تصدر من بعض المسؤولين أما تصريحات للميليشيات التي كانت تصرح باتجاه الدخول التركي في الفترة السابقة هذه لم نسمعها هذه المرة من قبل قادة الميليشيات بل صمتوا صمت القبور إضافة إلى هذا بأنه حتى الرد الكردي هو رد باهت جدا من قبل المسؤولين وصمتوا عن هذا التدخل مرارا وتكرارا وبالتالي أنا أعتقد بأنه الولايات المتحدة الأمريكية طالما لها بقاء في العراق وطالما هناك اتفاق أمني وطالما وجود هناك لقوات الناتو يجب أن يكون هناك رادع للتدخلات الإيرانية في العراق سواء كانت في الشمال أو سواء كانت في الجنوب شكرا جزيلا من إسطنبول عقد ركن حاتم الفلاحي الخبير العسكري والأمني